السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اللحوم التي طلبتها شكرا يا شادي وهذا كعب إصال الكهرباء يبدو أن المحاصل لم يجد أحدا في المنزل فتركه تحت الباب ماذا؟ ثلاثة ألاف جنيه ومئة وعشرون قرشا كيف ذلك؟ إنه مبلغ كبير جدا كلما زاد استهلاكك تدخلين في شريحة سعر أعلى فتدفعين أكثر وما العمل؟ تخفضين الاستهلاك وترشدين الطاقة أنت محق يا شادي سأغلق معظم الأنوار والمكيفات والغسلات والمايكرويد وترشدين في استخدامي غلاية الماء وسخنات الحمامات والفرن الكهربائي نعم نعم لا أتصور أن أدفع مرة أخرى ثلاثة آلاف جنيه ومئة وعشرين قرشا كما توقعت الأنوار كلها مفتوحة والتلفاز واللابتوب أمي ماذا تفعلين؟ أغلق كل شيء نمت أنت وتركته مفتوحا تعرفين أنني أنام على صوت التلفاز وأكره الظلام من اليوم ستحب الظلام وتكره التلفاز فاتورة الكهرباء زادت خمسين بالمئة عن الشهر الماضي خمسين بالمئة لأنك تصرف في استخدام الأجهزة ولا ترشد في الطاقة وهل ترشدينها أنت يا أمي؟ ها؟ من الآن سنرشدها معا وسندفع الفاتورة معا حتى تضطر للترشيد وهل معي مال لأشاركك في دفع الفاتورة؟ سأخصم نصيبك من مصروفك عم حسان هل نظفت سيارتي؟ بعد أن أسقي الزرع يا سيدتي لا اغسلها فورا سأنصرف في خلال عشر دقائق حسن أنا في طريقي إلى المجلة مقال هذا الأسبوع أكثر من رائع محصل المياه يا سيدتي نلتقي بعد نصف الساعة إن شاء الله فاتورة المياه لهذا الشهر ما هذا؟ خمسمائة جنيه؟ وخمسة وسبعون قرشاً كيف ذلك؟ هل تحاسبني على استهلاك الشارع كله؟ بالطبع لا ولكن زاد استهلاككم في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ أعمو حسن أغلق الماء عن هذا الخرطوم الذي ألقيته في الأرض ثم عد سريعاً وأغلق مياه هذا الخرطوم أيضاً وكيف سننظف السيارة إذن؟ بعد اليوم لن ننظفها بالخرطوم ها نحن قد انتهينا من إصلاح كل المحابس والصنابير التي كانت تهدر المياه في المنزل طيلة اليوم دون فائدة أحسنت يا عم شوقي فقد فازعت أمي من فطورة المياه هذا الشهر فطورة المياه فقط والقهرباء أيضاً نعم أصبحت أمي تعاني من عقدة نفسية بسبب الفواتير كلها حسن هذه فطورة إصلاح السباكة ما هذا أربعمائة جنيه وخمس وتسعون قرشاً آه قلبي قلبي أدركني يا عمر الإمام البخاري جئت لأطمئن على والدتك الحمد لله أما زالت تفزع عند سماع كلمة فطورة؟ نعم ولهذا لا ننطق هذه الكلمة أمامها أبداً المهم أن تحل المشكلة من جذورها وكيف ذلك؟ ترشدون الطاقة وتحافظون على البيئة ومواردها كما أمرنا الإسلام وهل أمرنا الإسلام بذلك؟ بالطبع يا أمر قال تعالى وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ صدق الله العظيم وقال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي إذن إلى أين سافرت بعد أن تركت مصر؟ سافرت إلى بلخ التي تسمونها الآن أفغانستان ولماذا أفغانستان؟ أردت لقاء بعض رواة الحديث هناك لأستوثق من بعض الأحاديث التي أنوي أن أضمها إلى كتابي هل هذه حجرة السيدة هالة؟ نعم معي فاتورة حساب المستشفى أدركني يا عمر أسمع شخصاً يقول فاتورة مرحباً بك في بلخ يا إمامنا والله كنا في شوق إلى هذه الزيارة منذ سنوات بل أنا الذي كنت أشتاق إلى زيارة بلدكم ولقاء علمائها طلبت لقاء عدد من رواة الأحاديث وجميعهم في انتظارك الحمد لله فأنا أريد أن أقطع شوطاً طويلاً في كتابي الجامع الصحيح هنا في بلخ كنا نظن أنك ستأتينا منتهياً من تأليف الكتاب وتترك لنا نسخة منه نستفيد منها جميعاً في الواقع لم أتصور أن يأخذ مني تأليف الكتاب كل هذه السنوات إذن عليك قبل أن ترحل من بلدنا أن تترك لنا شيئاً من ذكراك ماذا تقصد يا شيخانا؟ أتينا إليك ببعض طلبة العلم ونريد منك أن تملي عليهم حديثاً واحداً لكل راو أخذت عنه في كتابك حتى إذا رحلت عن بلدنا تركت لنا هذه الحديث نراجعها ونعمل به لا بأس سأملي عليكم حديثاً واحداً لكل راو بالفعل أمليت على طلبة العلم في بلخ حديثاً واحداً لكل راو ولم أكن أتصور ساعتها أن عدد الأحاديث التي سأمليها عليهم سيصل إلى حوالي ألف حديث لألف راو ها؟ ألف حديث؟ نعم، وقد ظلوا يحتفظون بهذه الأحاديث فترة طويلة حتى وصلتهم نسخة من كتابي بعد سنوات وفور انتهاء من تأليفه كم يفصلنا عن بلدنا يا أبي؟ قرابة اليومين يا بني لم أرى بخارة منذ مولدي وأنا أيضاً لم أرها منذ مولديك ظللت عشر سنوات متصلة في رحلاتي العلمية ولم تنتهي من تأليف كتابك حتى الآن أو شكت على الانتهاء منه بإذن الله هل ستسافر مرة أخرى بعد أن نصل بخارة؟ لا، ليس قبل أن أنتهي من تأليف الكتاب الكتاب الذي زرت من أجله كل دول العالم الإسلامي تقريباً خلال خمس عشرة سنة من عمرك وأعتقد أنه سيحتاج إلى سنة أخرى سأساعدك فيه حتى تنتهي منه ولم لا؟ فأنت الآن تحفظ عشرين جزءاً من القرآن الكريم ونصف الأحاديث النبوية التي ضممتها إلى كتابي الجامع الصحية عدت إلى بخارة واستقبلتني أمي بشوق شديد بعد غياب عشر سنوات كاملة ترجمة نانسي قنقر